بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل برضو حل أسئلة كتاب جيم على لسن 1 هنحل دلوقتي أسئلة الكمبيلتو زي ما اتفقنا أن طبعا أسئلة كبيرة والغرض من حلها كلها هو التمرين على اللسن يعني أعودي حليها مع ابنك أو مع بنتك على ما هتخلصه بإذن الله هيكون بنسبة كبيرة جدا حفظ خلاص كده يعني هتكون انت زودتي أيا يكون هو استوعب اللسن بأي برسن بأي قطر لما هتعودي تحلي وتعيدي وتزدي وتعيدي وتزدي وتعيدي وتزدي وبتكثر ومش على قاعدة واحدة مرة لتشوز في قاعدة عشان ع lux بتزهق مرة نص كنبيلت فائف في قاعدة مرة كذا في قاعدة فهمة فبحيث ايه إن العملية شوية بشوية والله اللسن التلمي الاولياني بتاع سهل أسهم التلمي التاني بكتير التلمي الاولياني كمادة علمية سهلة جدا مشكلته في تدريب على أسئلة يعني الوقت اللي هتخديه في التدريب على أسئلة أكتر مليون مرة من الوقت اللي هتغديه في الشرح الترمي التاني مختلف الترمي التاني كمنه كله حفظ فأسئلته سهلة مش صعبة يعني خلوز حفظه بتقولي بس دراسته صعبة انك تحفظي بقى وكم الكلمات اللي فيه اكبر فالترمي ده سهل محدش يشتكي منه والله سهل يبقى هناخد دلوقتي أسئلة الكمبيليت واتفقنا نمبر وان اتفقنا للعلامة دي ان السؤال ده نكتبه في ايه في بنك الأسئلة بتاع الوزور ده تعريف الميس سهل يبقى تمام؟ في حاجة بقى عايزة كمان ايه انا ببقى كلها وانتو بتذكروا معاهم زمين واحنا صغيرين كان يجي السؤال ايه اذكر التعريف تمام؟ فيبقى انا مفهودة بقى حفظة تعريف الميس وتعريف الميس وتعريف الفوليوم غالبا حاليا مش بييجي السؤال ده كتير انا بشوفوش كتير خالص واحنا داخلين اصلا على اسلوب جديد في التعليم اللي احنا بندور على الفهم مش بندور على الحفظ والطلقين فاحنا داخلين على ان احنا مستوى ان شاء الله بإذن الله الاسئلة بتاع السنوية عامة هتبدأ تبقى كلها ما فيش بقى حاجة اسمها أذكر تعريف كذا ولا ديفاين كذا ولا كذا فما ترهقش ابنك في البداية بان هو يحفظ التعريفات ماشي يحفظها فيه ممكن بعض الناس تجيب اسئلة في الامتحانات ديفاين انا مش هقول ان هي ممنوعة بس ما ترهقش والله انت شايفة قدرات اللي قدامك مش قادر يحفظ خلاص ما ارهقوش بس خليه فهم خليه عارف يحل يعني هو لو عارف يحل اسئلة وعارف يحل اسئلة وعارف يحل اسئلة وعارف يحل اسئلة طب ما ده كويس شوية بشوية بشوية مع التكرار هيحفظ مش لازم نعقد الناس يا جماعة من المادة فيبدأ انا عندي ولاد والله كان فيه ولد انا تعاملت معي رايحوله انا بكره الميس انا بكره الميس انا غبي يا ابني ما كنتش اعرفه بقى يعني لسه بقى الخناء اللي معاه في الاول ما تقولش كلمة انا بكره الميس خلاص احنا مش هنتكلم في الكلمة دي لما تعاملت معاه شوية اكتشفت انه زكي جدا جدا بس اللي حصل ايه الانسان عدوه ما يجال فهو ما حدش درسله الميس كويس الولد كان تعبين ما بيروحش للمدرسة عشان عنده اللوز كتير فما بينزلش كتير في البيت فطبيعي ما حدش بيدرسله فبيروح الامتحان ما بيعرفش يحل فاصبحت المادة دي مكالكع اصبح عنده عقدة اسمها انا بكره المس اصلا غبي اصلا بكره المس احنا اللي عملنا العقدة هي مش موجودة ده الولد مش طبيعي ده طلع زكي يعني طلع حتى هو مش نورمال ده هو طلع زكي ما شاء الله فبلاش نعقد الناس على حسب المستوى اللي قدامك اضغطي سنة فوق المستوى لكن ما تعزبهوش يعني هو مش عذاب تمام وبعدين يعني رابعة بتدائي من كله بينجح فيه احنا عمرنا بس معنا ان حد سيئت في رابعة بتدائي ومستقبله بسبب رابعة بتدائي احنا جماعة بنقسس بنقسس مش بنعقد فكل الاسألة اللي احنا بنحلها دي مش محتاج ان هو يسميلي يسميلي التعريف هو لو فهم معارف الفرق ما بين الماس والفوليوم والماتر في البداية كويس وشوية هيحفظه بصبر بالصبر نكمل number three is the space occupied by matter يبقى ايه volume number four a book is matter because it has a and d قلت عشان اقول اي حاجة انها ماتر لازم تكون عندها حدين ايه هما الماس والفوليوم يبقى اي حاجة في الجنيا لو انا جيت عايز اقول عليها دي ماتر يبقى لازم تكون عندها حاجتين الماس والفوليوم يبقى book is matter because ليه بيكوز يعني لانه it has عنده a mass and volume number five meter is the unit of measuring خلاص عرفنا المتر ده يونت بتاع مين تعال لانس يبقى meter is the unit of measuring lenses while centimeter cube centimeter في ايها سري is the unit of measuring A بتاعت الفوليوم excellent six the graduated tape is used for measuring بقى لازم تختاري ايه الشورت لانس فعشان كده بوضح ان الاصح هو شورت لانس هنكمل number eight the lens can be measured by some units such as the lens قادر يسو ببعض اليونت زي هي اليونت بتاعت اللانس centimeter او meter kilometer اي اتنين اختارهم هيبكونوا صح number nine kilogram is the measuring unit of الكيلو جرام دي اليونت بتاعت مين بتاعت الماس number ten نقط is the measuring unit of small masses هنا بقى اللي كنت بقول لكم عليه طب اليونت بتاعت الماس ايه جرام كيلو جرام طن بس هو قال لي انا عايزة small masses يبقى ما ينفعش اي واحدة فيهم ده انا لازم اقول الجرام while احنا وقفنا عند الكومة لان دي جملة كاملة خلاص فكرت فيها براحتي ما اخدتش كملة كبيرة عقت بيها نفسي هبدأ الجملة الجاية while is used for large masses طب ايه بقى بتاعت large masses اللي هي الكيلو جرام الطن بتاعت very large number 11 the measuring for measuring short lens خلاص بس انا عايز اعرف هو عايز نسألني على طول ولا يونت فما استعجلش for measuring short lens بسماشي عم فهمت انك عايز تقيس lens قصير نقط يونت is used يبقى هو بيسأل على يونت يبقى ينفع اقول له رولر ما ينفعش ليه لان الرولر دي طول مش يونت يبقى اليونت اللي انا هستخدمها عشان اقيس short lens سانتيمتر خلاص هقف عند الكومة وهبدأ الجملة الجديدة while بينما نقط is the unit for measuring long lenses عايز يونت بتاعة long lenses يبقى هنقول ايه الميتر تمام number 12 two kilometer equal كم meter الميتر الواحد equal one thousand meter تمام الكيلوميتر قصدي equal one thousand meter يبقى two kilometer equal كم meter two time one thousand equal two thousand meter دايما لما حول من الكبير للصغير بعمل boy يبقى two kilometer two meter عايزة حولها الميتر يبقى two time أو boy one thousand equal two thousand meter number 13 the unit of measuring the large لا سوري the unit of measuring the lens of your room is عايزة إيه اللانس بتاعة الروم بتاعتي القوضة اللي أنا قاعدة فيها كده فتفتكروا هو بيسأل على يونت اليونت بتاعة اللانس يعني سانتيمتر ولا ميتر ولا كيلوميتر تفتكروا هايس اليونت بتاعة هايس الروم دي بالسانتيمتر ولا بالميتر ولا بالكيلوميتر أكيد بال ميتر طب هو مش عارف نشنقه لأ طبعا نعمل إيه نروح جايبين مزورة ننزل نشتريها من الكتبة ونقعد نجرب مع بعض عملي كويس إن دي حاجة سهلة ده الروم اللي إحنا قاعدين فيها وخليه إيس فيفهم إن هو الجيبة بتطلع كم كم متر طب دي كم طب إحنا عايزين نجيب سطرة هنا طب نقيس السطرة دي إحنا عايزين نجيب سطرة وتفتكر نقيس كذا في كذا طب عايزين نشتري ملايا للسرير بتاعك طب لازم نقيس الملايا القديمة اللي عندنا عشان نشوف السرير عشان نشوف هو هنجيب كم في كم فتبدأ الدنيا عنده تتربط عملي باللي هو بذكره فالعقل لنفسه يتفتح شوية فورتين طيب الميتر الواحد فيه 100 سنتيمتر من الكبير للصغير يبقى هعمل باي يبقى 5 طيب 100 equal 500 سنتيمتر نمبر ففتين أنا عايزة إيز ديستانس يعني مسافة يعني لنس اليونت اللي هستخدمها ما بين كايرو أليكس كام ميتر ولا سنتيمتر ولا كيلومتر طبعا كيلومتر طب الدنيا مش وصلة له قوي ندخل على جوجل على الموبايل اللي احنا أكيد شارين هولو نشوف نكتب بالعربي كده المسافة بين القاهرة والأسكندرية كام هنلاقي الإجابة طالعة بالكيلومتر فهو يبدأ والله يعايزين نلعب شوية نشوف المسافات بقيت مبيننا ما بقيت المحافظات أنا من بلد كذا مثلا طب تعالى كده نشوف المسافة ما بين كايرو والبلد اللي احنا منها طب تعالى نشوف المسافة ما بين مش عارفة فين وفين يبقى هي الدنيا طب احنا سكنين في شرع الهرم تعالوا نشوف طول شرع الهرم يبقى الدنيا تتربط ما تبقاش المادة معقدة ده نمبر ففتين خلصناها سيكستين جرام ازا يونت ايه بقى الجرام اليونت بتاعت مين بتاعت المس او المس صح نش غلط الميتر ده اليونت بتاعت مين بتاعت اللانس نمبر سيفنتين انتو خدوا بالكم الاسئلة هنا كلها اسئلة اسئلة امتحانات يعني لو خدتين بالكم ان هي اسئلة اسئلة امتحانات وده الحلول اللي فيجينا شوية عن المعاصر لان المعاصر بيحط اسئلة بتبقى صعبة خصوصا في الكمبيليت يعني اسئلة مش كلها بتبقى بتيجي اصلا في الامتحانات فبتبقى معقدة ومحتاجة شرح حجامة عالفاضي انما هنا انت بتذكروا بتحلوا اسئلة اللي هي بتيجي في الامتحانات مش اسئلة صعبة عالفاضي انا كنت دايما لما باجي حل مش باخد كل اسئلة كتاب المعاصر وكنت احل من كتاب الامتحانات اللي هو برضو بيتجاب مع اسئلة المعاصر فكنت ارجع احل منها لان دي الاسئلة اللي بتيجي انما هنا هو جايبها لك ورا كل اللي سن فتي حاجة كويسة يعني انا اول ما روش في كتاب ده السنة دي ادي كده 15 والمعاصر حلو يا جماعة يعني المعاصر انا طول العملي شغالة من النص معاصر منتاز يعني ليه فضل اصلا علينا كلنا يعني بس كتاب ده عجبني 16 جرام اليونت بتاعة الماس يبقى الماتر بتاع اللانس والجرام بتاع الماس نقط هنا حدد يبقى انا عايز يونت يا جماعة بتاعة طب ايه اليونت بتاع الماس طب مين فيهم بتاعة الكيلو جرام يعني عائد عليها يعني بتاعتها التول بتاعتها بتاعت مين بقى بتاعة اللارج ماس السؤال ده ريخم ريخم انجليزي يعني فهمها هو انت عشان هو يفهمه كترجمة ريخم شوي يبقى ويل نقط يعني حطوا كمو وحطوا ويل ونقط is هو يعني او يكون مجرد بتوبي it's يعني انا بشاور على حاجة بتاعه it's زي بتاعه كده تمام it's measuring tool يبقى مين التول بتاعت مين الكلمة it's دي عيدة على يبقى مين الطول بتاعت الكومون تمام number 18 فطبعا سؤال ده هو صعب كترجمة هو فهم احنا حلينا كل اللي فادة مع بعض فنبدأ نفهمه محتاج بقى شوية مثلا لو احنا نناجع على حاجات لو احنا منذكر معهم الانجليش بتاعتهم فنراجع مثلا على الحاجات دي في الانجليش نقول له يعني احنا عندنا في الانجليش كذا كذا دي معناها كذا ودي معناها كذا دي معناها كذا وكذا آآ نمبر اتين يعني عايزة الماز بتاع خاتم مصنوع من الجولد احنا اتفقنا ان الجولد بنقيسه بايه عشان احنا على قد ده حالتنا بنقيسه بالجرام عشان الدهب غالي جدا فما ينفع عشان روح نشتري بالكيلو طبعا تبقى مشكلة لو انتو بقى عائلة اغنية بتشتروا بالكيلو فده تبقى مش مشكلة نيع تمام ده بالتقاس بايه بس خدوا بالكو بقى في نقطة هو عايز ولا عايز ما هو لو عايز هقول لو عايز هقول ولحد دلوقتي انا مش واخد بيلي هو قالك الكلام بالعيم كده قالك يعني مصنوع من يعني بواسطة يبقى كده هو عايز بواسطة ايه بواسطة ايه يبقى اليونت بتاعته ايه تمام يبقى جماعة انا بشرح وبقول بشكل بطيق لان زي ما قلت الغرض من الفيديوهات دي ان هو الناس اللي مش عارفة تزاكر مع ولادها فانا بديها الفكر او الطريقة اللي انا بعملها فهي تعملها مع ولادها فعشان كده بطيق لو ربنا اراد وكملت ده لو يعني اه وحلينا بقى اسئلة الامتحانات طبعا هحل أسرع من كده زيونت يبقى اليونت بتاعت خلص وقفت عند يبقى يعني عايز طول باستخدمها عشان ايس الميز بتاعت الفكهة والخضور تبقى ايه في كتاب في بنك المعرفة وان كيلو جرام كام جرام من كيلو جرام لجرام يبقى وان كيلو جرام احنا كنو اخدنا بيسوي وان ساوزان سونتيمتر كيوب تمام طب بنستخدمه عشان عشان ايه بقى طو ميجور ايه سمول مسس هو قال السنستيف بالانس فالسنستيف بالانس ده بتاع ايه بتاع السمول مسس تمام ويل زي جرادويت التيب ايز يوز تو ميجور الجرادويت التيب باس بي ايه اللونج لنس نومبر تويني فور ويوز ايه تو ميجور زي ماس ويوز مدم قل يوز كده وصير كده ما حددش يبقى احنا بنتكلم على طول تو ميترز ايقوال كام سنتيمتر قولنا الميتر ايقوال والهندرد سنتيمتر يبقى تو ميتر ايقوال تو هندرد سنتيمتر وقفنا عند الكومة وايل تو كيلو جرام ايقوال كام جرام طب الكيلو جرام بوان ساوزند يبقى تو كيلو جرام بتو ساوزند كيلو جرام تخيلوا بقى لو انا قلت له جملة كلها مع بعض تو ميتر ايقوال كام سنتيمتر وايل تو كيلو جرام شفت بقى هو بيفكر في نفس الوقت في كام حاجة في نفس الوقت لكن لما انا قسمتها لحد القمة كده بقت اسهل وابسط عايزة ايس الفوليوم بتاع ستون ستون دي سولد يا جماعة يعني صلب يعني حاجة نشفة مش شرط القمة بتكسرش هناخدها بقى في اللي جاي ان شاء الله السولد والليكود والجاز وكنا اخدناها في جريت سري اعتقد انكم بتاخدوها في جريت سري فسولد يعني حاجة صلبة فالسطون دي سولد تمام يبقى طيب اللي ستون ده سولد بس ريجولر ولا ار ريجولر شكل منتظم زي البوكس وزي كيوب وزي قصدي البوك ولا شكل غير منتظم لا ده غير منتظم طيب الغير منتظم بنقيسه بنستخدم بيه عشان اقيسه بستخدم يبقى نقط نقط طبع عشان اقيس الفوليوم بتاع السولد يبقى انا هاختار ايه سانتيميتر كيوب احنا بعد ما بنجيبها بنقول ايه سانتيميتر كيوب while a is the tool طول بقى هو المرة الاولينية سأل على يونت ما نتلخبطش سأل على يونت بتاعت فوليوم خلاص خدنا الكومة فبدأ انا جملة جديدة مليش دعب اللي فيت while a is the tool tool use to measure large masses يبقى مين الكمون balance هنكمل مع بعض 29 liter equal cam milliliter liter equal 1000 milliliter number 30 the volume of the regular solids equal length by width by height number 31 the units that are used for measuring the volume of liquid are يبقى انا عايز unit measuring يعني بتقيس volume of liquids بقيس volume of liquids بقيه بالليتر وي المليليتر تمام number 32 من بنك المعرفة the space occupied by a cube with a one meter side lens equal طيب بص السؤال ده ليه في فسيكة بسيطة space occupied يعني ايه اول ما كده اشوف كلمة space occupied احطه فوقها كده ايه بالقلم الرصاص volume وقرة تاني the volume space occupied كلها the volume of a cube with a one meter side lens يعني side lens بتاعه equal one تمام الكيوب يا جماعة length with width with height equal يعني length equal height equal width فمعنى كده لو هو side lens الواحد فيه ومب one يبقى ده معنى equal one by one by one يبقى equal one meter cube السؤال ده صعب فاحنا نكتبه بقى على جنب كده مش صعب يا جماعة هو بس ايه جديد يعني مش مشروع فاحنا نكتبه كده على جنب ونعرف ولادنا ان الكيوب ده الكيوب ده هو عبوره عن cube point بس length width with height بتو equal فعشان كده volume بتاعه equal side by side by side ليه side by side by side ما هي كأنها length by volume by height بس انا عملت ايه اكمل length equal equal height فعشان كده ضربت التلاتة في بعض بنفس يعني side by side با سايد لانهما التلاتة equal تمام طب هو قال لي ايه قال لي side بتاعه الواحد بone meter يبقى انا هتضرب one by one by one يبقى ايه هو الكام one طيب اليونت بقى بصوا احنا ليه يا جماعة كنا بنقول اليونت بتاعت length centimeter لان انا بجيب الرولر بيس مقاس واحد بس فبقول centimeter ليه بنقول في اليونت بتاعت الarea centimeter square لان انا مثلا لما بجيب الarea بتاعت ال square اقول side by side فبضرب مثلا two centimeter side by side فلهو مثلا two side بتاعه equal two يبقى ايه two by two يبقى بضرب مرتين centimeter و centimeter عشان كده الاجابة حط عليها ايه centimeter وفيقها two لو جبت الarea بتاعت rectangle هقول length by width فبضرب اجيب length وايسه بال centimeter واجيب length weights وايسه بال centimeter فبعمل centimeter by centimeter فتطلع الاجابة في الarea centimeter عليها two فهمتوا جاية منينة two طيب لما باجي الفوليوم انا بقيس بالسنتيمتر بقيس بالسنتيمتر بقيس بالسنتيمتر وبعدين اعمل التلاتة بايبعد فلما بضرب التلاتة بايبعد فبقولي الاجابة ايه سنتيمتر عليها سري ليه ليه لانا انا اجدربت سنتيمتر في جراديويت فيها مياه هيحصل المستوى المياه لليفل سنتيمتر كزا انا اكتراوي فربنا يكون فعونكو بقى تمام زي ما قلت لكم خدوه على كزا مور شوفكو على خي